هذا بالإنجليزية. هل تقوم بإمكانك الحراك في أوروبا؟ إذا كنت متأكد بأن هذا الشخص لا يريد أو لا يسعى بإختراق الحراك في أوروبا؟ وإذا كنت متأكد كيف ذلك؟ هذا السؤال لا نجاوب عليه وربما نختم به الجزء التالي اليوم إلا إذا لديك إضافة إن شاء الله حقيقة أنه لم تكن ضمانات 100% على أي شخص والمخابرات الآن لم تكن تحتاج يعني الدراس رغم عندها الناس الموجودين في أوروبا وكان بعضهم كانوا يحسب على الحراك وقدرة تقلبهم وكانوا أصلاً عملاء أنتاحها لكن كانوا لعبين دور مزدوج ودهروا على حقيقتهم المقذية بالضبط فلا تحتاج وبعدين نحن بالنسبة لنا هذا لنوجهه وبحضورك حمد بنعطية كان فاسداً ومفسداً ضمن المفسدين لكنه تاب وخرج باش يفضح هذا الفساد هل من الأفضل أنه كان يبقى مع المفسدين وبقى مع الفساد أم أنه خرج باش يكسر هذا الفساد ويتكلم عليه ويجيب دقائق وتفاصيل ومواضع هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرحوه أما المستقبل يقوله العلماء يقول لك لا تؤتمنوا فتنة الحي كل إنسان معرض للفتنة ومعرض ماذا أنت؟ دعنا نطرح لك هذا السؤال مباشر أيضاً لو كان يتقربوا منك ويقلبوك ربما باش تسبني بعد فترة يقولوا لك يقول كذا كذا ماذا يكون إجابتك؟ شوف رحنا نجاوبك باستهالي ويكون صراحة والله العظيم والله العظيم أنا نشعر بواحد الراحة النفسية سأحكي الحمد لله أرى أنا نظن من الكبر مترو يعني توجور نكون هذا من الكبر مترو أنا نحس بالفررية نحس بالسعادة أنا نجيت هنا والله العظيم لو كان نقولها لهم من من هذا المنبر أي ما كان لها في أوروبية ولا تحاول تشيروني والله العظيم ويقلبوا لي مليون أورو لو كان تقولوا نديروا كسافي نديروا لك من المنصب قار بخد سالف أورو في الصفارة في باريس ونقولكم هذي أضروه أحكم ما عندي ما نجر بيها أنا كما قال لك راني خسرتي بيها من هذا النظام وما يصرحوش هذو صندي بوايو ما عندي ما نجر بيهم ومستحيل أنا عهد الله وعهد نفسي أنهم يشيروني وهما واش رح ميديروا هما رح يهاجموني يهدوني يقولوني فتحوك ولكن هما يعرفوني أنني أنا هنا في مخي ما خاف ما نحشم عنيد قوي عندي مناعة عندي لما يحاولوا معي من هذا الجدهار رح يحاولوا يشيروني أنا أقول لهم أن يجد هنا أوروبا باش نتكون نفسي باش نخدم باش نخدم ما ما يشعر حتى لو كان يكون عمل يعني في السعب ولا يكوني يعني مش من الإختصاص ساعي نخدم بعرقي ونجيب دراهم حلاليين إن شاء الله ندير عائلة أما أنتو ما ما عندي ما ندير بيكم غيمة كلا تصلوا بي لأنني أتفر بي أي شخص من النظام الجزائري والمخابرات رح نتفروا ونسمعوا ما لا يرضيه وغيمة كلا ما رحين تقدروا تشيروني حتى لو كانت تتفرشوني الأرض ورود ودهب علي رسالتي إلى مخابرات والنظام الجزائري لا بالفعل بعد ما تقدرك ما يقدرش دينلك الترهيب يدينلك الترغيب يعني